سنزور اليوم وضمن جولتنا السياحية في الشرق السعودي جزيرة المرجان في الدمام التي شهيدت قبل عقدين كما سنتعرف على الواجهة البحرية لهذه المدينة عاصمة المنطقة الشرقية وثالث أكبر مدن السعودية بعد الرياض وجدة تفضل الواجهة البحرية هي كامل الكورنيش الممتدل أكثر من عشرة كيلو مترات مكان يوفر لك عزيز السائح إطلال رائع على الخليج العربي ولمحبي رياضة المشي توجد هنا مسارات مريحة بطول ثمانية كيلو مترات وتوجد أيضا مناطق نزهات عائلية والعديد من المطاعم والمقاهي إلى جانب مساحات معدى لهواة صيدي الأسماك السلام عليكم شكرا توفر الواجهة البحرية للدماء مساحة لمحبي التسوق تم تشييد أسواق شعبية لبايع التحف والهدايا التذكارية كما يمكن الوصول إلى العديد من مراكز التسوق التي تبعد بضع دقائق عن هذه الواجهة البحرية تعد جزيرة المرجان من أبرز المشاريع السياحية التي تحتضنها المنطقة الشرقية بوجه عام ومدينة الدمام بوجه خاص وتقع هذه الجزيرة على امتداد كونيش الدمام وتوجد هنا جلسات جميلة مطلة على البحر ويمكنك عزيز السائح مشاهدة جزيرة المرجان من أي موقع في كونيش الدمام من خلال منارتها الشاهقة تحوي جزيرة المرجان مسطحات خضراء ونخيلا وأشجار تملأ أرجاء الجزيرة إذ يمكن التنزه في أرجاء المكان الذي يضم أيضا مجموعات متفرقة من ألعاب الأطفال تتيح لهم الاستمتاع واللعب ليت بزاري العربية الدمام السعودية